السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معاكم محمد تحسيني من قناة سرشاجي ازايكم عاملين ايه اتمنى تكونوا بخير وبصحة وعافية كنت بتفرج كده وانا قاعد كده مع الحج والحجة فحصل ان انا شفت الموزيع الكبير عمر قديم كان بيتكلم وكان عمال يعني بيعمل بييده وكده وطبعا انتوا عارفيني يعني بمقيني انا هنطر طبعا غير طبعا هنطر ابن شداد لا انا هنطر ان انا بعرف اسطاد الساعات وكده انا اللي علم بس بالشي يا جماعة انا اي حد بيجي يوعد معي او بيجي اشوفو او بتفرج عليه او اي حاجة ايا كان لازم ببص يدوه على ساعته وما ببسبوش الا ما اعرف الساعة دي نوعها اين ده اللي علم بس بالشي فكان طبعا احنا طبعا احنا مش انسيب بمشيص عمر قديم فحاله لان ما شاء الله ما شاء الله هو بيقتني شوية ساعات رهيبة ما شاء الله بمعنى رهيبة انا يعني شفت له ساعة ديتونة روليكس ديتونة ديتونة دي يعني جماعة ساعات كده من ضمن ساعات اللي هي يعني انت لو معاك الساعة دي انت برينس يعني وكان لابس باتيك فيليب نيوتلس وكان والساعة الاخيرة اللي انا شفتها في ايدو دي انا طبعا كمينتا شفت في ايدو ساعات كتير بس يعني انا بكلمكم في ساعات اللي انا بفاكرها يا واخر حاجة خالص انا اتكلم عنها النهاردة وهي ساعة روليكس سب مارينار فول جولد المهم انا ما بحبش ان انا يعني الى حد ما ما بحبش ان انا اجيب صور الساعات من الانترنت خلاص انا بحب اصورها بنفسي فان شاء الله سيبلكم فيديو هتفرجوا عليه وهقولكم عليه الروليكس الفول جولد دي استاذ عمر قديب لما بيجي يلبس الحاجة بتبقى بحس ان القميس مخبي الساعة نقصها كده فانا بقعد ابقى متابع الحلقة متابع الحلقة انا حتى ادوار دلوقتي بقيت اتابع الحلقة على اليوتيوب عشان اعرف اجيب لكم الديتيلز بزبط فعشان بس بمجرد ما يعمل ايده كده او يعمل ايده لقدام او يفرد ايده كده فابتدي اروح انا لقيت الساعة دي انا حتى بطقت الفيديو اللي هتشوفو دلوقتي ده هتلاقوا الفيديو بطيق شوية عشان اعرف اللي انا اتراك كل حركة هو بيعمل فاسبكم مع الفيديو وان شاء الله لما نرجع اكلمكم بقى انا شوية عن الساعة دي شكرا جدا لكم وروح الفيديو قبل ما تروح ساعة الفيديو اتمنى تعمل لايك وتشترك في القناة. خاش تشترك في القناة. اعمر عديب. نشغل الفيديو. بسوا. لابس شاني بس. لابس روليكس ايوان بزرط. روليكس ساب مارينر. روليكس ساب مارينر فول جولد. فول جولد. فول جولد. ما شاء الله ما شاء الله. ما شاء الله. ما شاء الله. انا بس انا حبيت صح يا جماعة اصور الفيديو من اليوتيوب لان اليوتيوب ممكن اقلل يعني لو تلاحظوا آآ صورة عمرق دي بآ بطيقة شوية. عشان اعرف القطة الصور صح. القطة الفيديو صح. شايفين يا جماعة دي آآ اسعار روليكس ساب مارينر على آآ كزا موقع. يعني بصوا موقع مسلا زي ده. آآ الروليكس ساب مارينر فيه الفول جولد. روليكس من آآ روليكس ساب مارينر. بتاع واحد ستة ستة واحد تمانية. آآ عيار ذهب تمانية آآ تمنتاشر. بتتباع باتنين وعشرين الف دولار. هنا مسلا هنيجي نبص هنا. آآ هنا دي جولد اويستر. دي يعني بص يا جماعة. آآ في حاجة اسمها اللي هو الارقام بتاعتها ببقى بتتغير لما الارقام دي يعني فيه ارقام كيه بتبقى غالية او ريفرنس بتبقى غالية. طبعا كل ما الساعة تكون قديمة كل ما Roger ساعة جديدة طبعا غالية. بس الساعة مسلا في حدود مسلا دي اقل حاجة في شوقتها دلوقتي سبعتاشر الف آآ دي سبعتاشر الف دولار آآ هنا واحد وربعين الف دولار. اتنين وتلاتين الف دولار. آآ اتنين وتلاتين الف سبعة وتلاتين الف. تمانية وتلاتين الف. اتنين وعشر. لا دي مش دي. انا بكلم underneath. مش المرسل الموزلة هي دي اه فطبيعي مثلا قلني نبتدي مثلا الافرج профессル بتاعه هيبقى من عشرين الاتنين وعشرين الف دولار ساعة اه روليكس يولو جولد اه ساب مارينر. طبعا بعد ما شرفنا فيديو انا هكلمكوا بقى شوية عن ساعة الرولكس السب مارينر الرولكس الساب مارينر دي او الساب مارينر او الاشنونا عليها السب مارين في مصر يعني التوجيار وبين يقول عليها ساب مارينر يعني الغواصة. اه ساب مارين الغواسة اللي هو الغواس ده ده خط انتاج كده كتعملي بالروليكس من ضمن خط انتاجها يعني بدون خط انتاجات كتير قوي كتعمل خط انتاج كده اللي هو اسمه اللي هو يعني طبعا اسم الغواسة انه هو ضد المية ان هو بيتحمل المية واللاين ده ابتدى انا دور طبعا على Wikipedia في الحاجة دي. اه ده ابتدى اه ابتدى اه او ابتدى تصنيعه سنة الف Portopanka الخمسين انه هو ابتدى يا انتج يعني وينزل للعامة سنة 1954 والحمد لله حق نجاح كبير قوي وبعد كده نزلوا منه اللي هو ساب مارينار ديت اللي هو بالتاريخ يعني النهاردة واحد اثنين ثلاثة وهكذا الساب مارينار دي اللي كان الموزيع عمرق دي بيلبسها في حدود انا كذا مرة يعني فيه بتفرق الاسعار ما بين حاجة اسمها ريفرنس الساعة ده بيختلف من ريفرنس فبيقدي لعليو سعر الساعة او يعني عو字ه سعر الساعة فطبعا انا شفت من بين سبعتاشر تمانتاشر الف دولار لحد واحد واربعين وخمسة واربعين الف دولار فاحنا يعني اقول مثلا بتاعتها حوالي اتنين وعشرين أو تلاتة وعشرين الف دولار تخيل ساعة ساب مارينار دي انا بصراحة شفتها بس شفتها اللي استلس فقط ما شفتش ان четыch rally فول جولد دي بسرعة. ما شاء الله ما شاء الله ساعة تحفة ساعة مقاس 2 واربعين اه اه او واحد واربعين واحد واربعين الساعة دي اه تصنف انها كلاسيك شوية مش مش سبورت اه هي سبورت عشان فيها البزل اللي هو الروتيتنج بزل اللي هي بتبقى حاجة كده على الساعة بتطوى تتلف كده للغواصين بس على نفسي انا انا احب البيسة مثلا على تشيرت نص كوم زي كده او البيسة برضو على بدلة يعني في الحالتين الساعة تصنف على الاتنين بس هي مكتوبة تصنف انها كلاسيك شوية. الساعة اللي اه فول دي طبعا يعني مش دي طبيعين ع مريحة جدا على ايد. بال ذات الناس اللي اطوالهم متناسبة يعني اطوالهم مناسبة شوية. يعني مسلا ما يبقاش مسلا يعنى هي مناسبة لحد ما لكن ما إذا يكون أحد ضخم كبير أيدو كبير أو عريض، سيبدأ في إيدو صغيرة حتى سوف أحاول بمجدد أن تجيلволك تصوره لجون سيناء هذا الساعة فإنه يكن تصوره لجون سيناء اللاجت على الروليكس جيم تي ماستر تو هي هي نفس الحجم أو نفس الشكل نفس الحجم إيدو كده كده والساعة أساسا ماسها أساسا لا أسرى 420 أو 240 الساعة هي أسران ماسها كبير ولكن الآن فتبا يوجد الساعات الحريمة تخيلوا الساعة ضخمة بس هو يا جونسينا لكي يدوك ضخمة قوي فالساعة في يدوك عاملة زي الساعة الأطفال فأنا حبيت أن أجيب لكم الساعات كلها وإن شاء الله ساعات المشاهير أنا حتى الآن أدور في كذا من دمن مشهور من المشاهير التي أتفرج عليهم وأتبع الرياضيين والسياسيين لأنني ألقط أي ساعة وأتكلم عليهم شكرا جدا لكم وأتمنى أن يكون الفيديو عجبكم ونحن نتكلم عن الساعات بس نتكلم عن ساعات ليد نتكلم عن الرياضة نتكلم عن النحافة نتكلم عن التكنولوجيا نتكلم عن أي شيء تتخيلها نتكلم عن المعلومات العامة أي شيء تريد أن تتكلم بها قل لي وأنا أتكلم لك فيها أو اعمل فيديو وطلعه وبعطه لي وأنا أنشره على القناة أنا لا يوجد مشكلة شكرا جدا لكم معاكم محمد تحسين من قناة السرشاجي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة